موسيقى ورجعنا لكم مرة اخرى معايا نجم كبير جدا يعني كنا واحنا صغيرين دايما الشاحات مبروك تاعملي فيها الشاحات مبروك بطل العالم 11 مرة في كمال الاجسام وايضا فنان كبير ايضا ولو ادوار كتيرة جدا في السينما المصرية نجمينا النهاردة بطل عالم كابتن شاحات مبروك زكتن الحمد لله زكتن خالد ولسه كمان جاي من الكبير او الوقتي كان بيعمل دور جامد جدا مع احمد ميكي هيظهر في رمضان ان شاء الله احمد ميكي حبيبي قصلي وعملت معا دور قبل كده ما هو قال لي قال لي والله وهو بيعرض علي الموضوع وكده فطبعا انا كنت مخطوف كده فقال لي لا ده كابتن خالد كان معايا وعمل وطوله اقا شفت قال لي وفلان 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 فاحنا هنعمل حاجة ظريفة كده مع بعض فالحقيقة الراجل ولما روحت اشتاجها الحقيقة كان جميل هو كده اتفاجئت كمان بالمخرج احمد الجندي ابن محمود الجندي فدي طبعا احمد الجندي كان صغير طفل صغير وانا بعمل المرشد مع مع محمود اللي جابني محمود الجندي اللي جابني دخلني السينما ده ابنه؟ اه طبعا ما هو انا كمان كده يعني انا عارف احمد الجندي بس اول مرة اعرف ان ابن ايما انا النهاردة عرفت الكلام ده اه 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 احمد ميك لما بيقول لي احمد الجندي ومشا احمد الجندي وبتاع قلت ماشي يمكن يكون هو مش هو ما تحركش نفسك اه اه سيبها لما اه اه فالنهاردة عادت تابعه لقيت ماشيته حركات حركات محمود الجندي نص تحتاني قصير شوية على نص الفقاني قلت هو ابنه فلما اتكلمت معاه قال لي قلت له المرشد وبتاع قال لي اه ما انا كنت بقى قلت له اين واه انت بقى فالحقيقة مخرج اه 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 عبقاري عبقاري وناعم وسهل متكلمش كتير متحسش انه مخرج اه قاعد بيخرج فالحقيقة اه برضو راحت لما بيخرج من الرياضة وبيروح اشتغل حاجة فنية ببقى مستمتع اكتر وخصوصا هذه الايام اه اه وخصوصا الايام اللي احنا من عيش تيرك في اللي بيحصل في الرياضة انا مش عايز اكلمك النهاردة عايز اكلمك كرياضي ايه اللي بيحصل في مصر في الرياضة بشايف الخناء اللي دايره بين طهر ابو زيت وزير رياضة والنادي الاهلي واللاجنة القلمبية المصرية والدولية والاتحاد الدولي وكرة القدم يعني وكان فيه خناء دلوقتي في الحكام قبل محددك تخشه بصبت اه اه اه. بطاها اي راي؟ اه اه رايي اه اه دخلت انا عب رياضة زمان عشان قالونا ان الرياضة اخلاق همه. فقلت اجربة يا شاحتي يعني اخلاق حلوة ولا هخلاقو بس همه. ماهو الرياضة اخلاق ايه اخلاق. همه اخلاق وحشة ولا هلوة. همه. فلما مرستها لقيت ان الاخلاق حلوة عشان كده بيقولك عندك لازم يكون عندك خلق رياضي خلق رياضي الخلق الرياضي ليه حلو عشان انت بتتضرب وبتدخل اكسجين طبيعي للمخ فبيبقى عندك ثقة بالنفس والياقة بدنية ذهنية تعارف حضرك دلوقتي كان ابتديت ألعب جيم سمعت كلامك فاكرا ما قلتها سمعتك خسيت أنا على المرة الفين طالفك فبقيت أنام بدري ما بقيت مرجعت ألعب كان قبل ملعب بيجي لي أرك وتصحى بدري واصحى بدري وتصحى بدري وعندك ردودك سريعة زهنك حاضر اسمك ايه اسم خالد خلاص انما اسمك ايه لأ صعبة طيب اللي بيعمل كده ويبدأ يعمل مشاكل ويبدأ يروح عايز يحافظ على مكانه ويبدأ يعمل حركات مش مزبوطة فده طبعا صعب صعب وخصوصا الأيام الأخيرة بعد الألفنات احنا دخلنا بعد الألفنات ولا بعد الثورات يعني بعد الثورة الأولية هل السلوك اتغير حتى الرياضيين لا أنا مكسوف أقول كده ليه أنا لما هقول كده هايقولك بس هايقولك أستمتعاطف مع الأيام القديمة لأ ما هو مش عيب ثورة العيب عيب ما بعد الثورة العيب عيب حرية رفع ليه لو فهمنا يعني ايه حرية هاي هيبقى سلوك نتجاه مصر وطراب مصر وارض مصر ووطن مصر سلوك في حرية حرية يعني حاجة حرة مش داخلها شيء آخر حرية يعني أنا بيور حر نوع واحد مش داخلني أنواعك تهير مش مختلف نوع نضيف أيوة نضيف نضيف بقى يعني أسود أو أبيض أو أحمر لون واحد دا الحر تراب بس نحاس بس بهب بس خشب بس دا الحر تعبير حر مش أنت مالك مش أنا وبس لا حر حر يعني أنت لا يتعدى حرية الأخر بالضبط يعني معلس معلش مش حرة مش مالت في الشارع يعني لا ما هو حريتك هو بقى ما هو أنا لو مشيت لك مالت أنا كتعديت على حريتك صحيح سألة الغيرة الغيري والنفسي ما هو أنا لو مشيت لك عريان أنت حتقولي أنت عامل كده ليه هقولك أنا حر وإنت حتقولي طب أنا مش حر يعني طب طب أنت بتأذيني ليه وإنا مش حر أقولك ما تبصش تقولي شفت بتقولي ما تبصش لا أنا عايز أبص وأبقى أعمل كل حاجة بس كل حاجة في اللائق البرامج الرياضية بقت كلها مشاكل يعني زمان كان البرامج الرياضية جوان وكمال أجسام وتنس وسلة ويد ألعاب كلها وجوان كلها البرامج الرياضية كانت كلها جوان إنت قلت كلمة حلوة جدا جوان يعني إيه يعني انتصارات صحيح يعني انتصارات حت لو ما فيش انتصارات هديكة أنتصر تاني ما هي انتصارات انتصارات يعني إيه يعني وليه الأمر يود ابن ويلعب رياضة وليه الأمر النهاردة يعني أنا محمد ابني أنا مش حابب أنه يلعب أنا عايز أقولك حاجة بقى عايز أقولك حاجة أن فيه وليه أمر بيتخانئ ويدرب المدرب عشان ابنه يلعب حتى لو ابنه مش موهوب طيب طب والله بتحصل كده مدير فني ومدرب عنده وسطة. انا عندنا في كرة القدم في اولاد لعبة كرة دخلوا لمنتخب عشان اولاد لعبة الكرة. في النشئين مثلا. انا انا مش ضد على فكرة مش ضد التوريس. مش ضد من ابنك اتلاح سي긋 الله ينور عليك أنا مش ضد ده إنما أنا أظلم ابني ليه أظلم أخويا ليه أظلم أبويا ليه أظلم صاحبي ليه هو بيحب حاجة الحاجة اللي بيحبها دي لازم بيحبها إليها تكون بتحبه مش لازم هو اللي يحبها بس تحبه يعني ناجح فيها إنما بالطريقة دي لأ بطريقة المصالح لأ بطريقة المصالح لأ بطريقة انا وبس لا. على فكرة كان الاساس جمال علام رئيس تحدي الكرة كان عايز يعمل مداخلة والحاكم طبعا المدير الاساس عاد العقل يعملوا مداخلات مع الكابتن شحات. نشوف اراء الناس كله احنا بنتكلم كرياضين دلوقتي. انا انا شايف بعد 25 يناير الصورة المجيلة صورة الشباب ودعمها الشعب. الشعب اللي هو انا. حزب الكنبة. اه بس الشعب الشعب اللي كان يعني حاطت في دماغه ان الثورة دي عشان خاطر الظلم بيحصل. الحرير. ما يكونش فيه ما يكونش فيه ناس تانية. العدل. كانت مرتبة ده. لا. يعني فيه فرق بين اللي بيرتب عشان يوصل لغرض ما وفيه فرق اللي نازل بيور زي ما انت قلت. البيور الشعب. عشان خاطر بلده. البيور الشعب. الشعب كله. باستثناء بعد الافراد. ام. اوكي ماناش دعو بيهم. احنا قلنا دعوة بصورة شعب. ام. والشعب اخلاقه كويسة ليوم الدين. ام. شعب مصر اخلاقه كويسة ليوم الدين. طب معلش ما معلش اسألها اسؤالك معلش. حالك بتقول شعب مصر اخلاقه كويسة ليوم الدين. اه. طب ايه اللي بيحصل في البيور البيه. بسسناء بعد من الافراد. وللي بيحصل في الشارع ده شعب برضو. لا ما هو اللي بيحصل في الشارع ده كابتن خالد. بعد ويشتموا بعضو. ويقتلوا بعضو وعالميكروبصات اللي ب loser. يا كابتن خالد. واللي 썬ين ويحصل في الشارع ده ايه؟ يا كابتن خالد. اه. اللي بيحصل في الشارع وفي الحواري والنجوع. اه. دي أصوات عالية الأصوات العالية لا يجب لا يجب ان احنا نديها بالنا ونديها اهتمامنا دي هتخفض تاني هتمشي تاني يعني مثلا 100 واحد وقفين لو فيه اتنين فيهم أصواتهم عالية هيشوشوا علمية هو ده اللي حاصل في مصر في الرياضة في الشارع في السياسة في كل شيء ده السياسة بيحصل فيها حاجات يا كابتن خالد شيء أنا 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 شاحات مبروك قبل 25 يناير يعني يوم 24 و23 كنت فاهم الدستور يعني أكل جديد وكنت بسأل عليه قلت ده تخزيها جديدة كويسة بمين بتاع بناء الأجسام وعضلات فقلت لا يعني ايه دستور ده أكل جديد ده فقالولي لا ده مش أكل جديد ده دستور فيه مواد بتربط بين الدولة بتدي للدولة حقها بتدي المواد شعر حقها عطل اجتماعي يعني أنا في الثلاث سنين دول شوف أنا كنت فاهم للدستوري عن أكل النهاردة أنا كناخب وكشعب أعتقد أن عندي معرفة بالسياسة وبالحقوق وبالحرية كدولة وكشعب أعتقد معرفاني أجيب مين يحكم ومجيبش مين يحكم على الأقل إنما للأسف بنلاقي بعض الرموز الرياضية المحترمة اللي هي أعلى رموز في الرياضة في مصر صحيح إذا كان في اتحادات أو في أندية أو في الليجان الأولمبية أو في وزارة أو في أي حطة في مصر بيقولوا قدامنا ألفاظ يا ناخبين ويا شعب إحنا ما بنقولهاش لبعض إلا ما بنهرج أنا أكسف أقول هذه الجمل والعبارات حتى لما بهرج مع أصحابي بكسف أولا طيب معنا رئيس اتحاد الكرة القدم المصري أستاذ جمال علام أستاذ جمال إزاي حضرتك إزاي حضرتك كابتن خالد وتحياتي للبطل العظيم يا أهلا وسهلا يا فاني أستاذ جمال تفضل يعني لك تعليق على ما حصل أما حصل في الفقرة الأولى أه طبعا يعني أولا يعني أولا يعني كابتن عصام أنا بهنيه برضو على تمسك عصام وأنه أتكلم بأيشروب كويس جدا وراقي جدا يوحي فقال أنه هو رئيس بس كابتن أستاذ جمال أستاذ جمال لا برضو كابتن عصام برضو قعد قال ألفاظ برضو أحاول بس أكمل بس طب طب على الكابتن الجرحي اللي كنت أتمنى فعلا لو كان عنده حاجة فيها أخطاء سواء في لجنة الحكام أو في أي أو في أي حاجة يعني يتقدم فعلا فيها للاتحاد وأنا مش هتوانى أنه أنا حقق فيها لو كان في حاجة فيها مخالفات تمام يعني أنا أتمنى أنه فعلا تبقى روح للحكام أو مع بعضهم روح فيها ود زي ما الطلب لأنه إحنا عايزين يوده عايزين الفترة اللي جاي يبقى فيها هدوء ما يبقاش فيها تراشق بالألفاظ سواء من هنا أو من هنا أنه إحنا عايزين في الآخر ننازل تبقى المنظومة آآ منظومة تعمل في جث وصح ويبقى فيه يعني آآ احترام متبادل بين الحكام سواء الموجودين أو سواء البرا لأنه إحنا يهمنا في الآخر يبقى المنظومة فعلا زي ما يتقالت أنه فيه روح رياضية يبقى فيه فعلا فيه روح رياضية ونتعاون فعلينا كلنا ولو فيه أي حاجة فيها خطأ نتقدم ببلاغ وتشوف رئيس الانتحاد هاخد موقف ولا لأ تمام تمام بسوز جمالة بشكرك بشكرك على مداخرة حضرتك آآ ما تجيبونا يعني حطونا على شاشة كابتن شاحات مبروك بطل العالم كده ونشوف حاجات ليه هو بيتكلم يعني حطونا كابتن شاحات نرجع لك تاني قلت القامات بيقولوا ألفاظ أنت بتخجل أن أنت تقولها في التهارير كابتن شاحات مبروك كنت بطل العالم هنا كنت تاني عالعالم ده هنا تاني عالم آآ سنة 85 ما البطل العالم بطب عامل إزاي إذا كان كده تاني عالم ما البطل العالم بطب عامل إزاي آآ كابتن دي الأيام الجميلة آآ أحلى أيام عمرك أحلى أيام عمر مصر أحلى أيام عمر مصر آآ 85 85 الثمانينات آآ السبعينات آآ بعد حرب 73 آآ طبعا وفي بداية تولي الرئيس حسن مبارك أيوة بعد التسخينات بشوية كده خلاص الأمور بدأت تدخل بقى في السنوات ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله يعني أي قامة أي قامة في مصر أي قامة في العالم أو في مصر بمعنى الأصح في عام العالم لا يجب الرجل معطاء لا يجب أن يبقى معطاء بعد 8 سنوات لو بقى معطاء بعد 8 سنوات يهبل يا حرامي طب بيرجع تاني معلش قولي تاني بعد 8 سنوات يبقى عمل عام اللي هو عمل عام خدمة عامة يهبل يعني يهبل عشان يقعد يخدم طول الوقت طول عمره متشاكرين يا عام فلاش يا حرامي مستفيد من وجود يا عام شكرا تحضيتك يعني مع بندة 8 سنوات في أي حاجة أنا مع اللعيب اللي يعتزل في عجز مجدو أنا اعتزلت وأنا الأول زي بوتريكا كده مسلا طبعا مال مال وزي حضرتك وانت بطل عالم وأنا الأول العالم 2010 الأول على العالم وشكرا 2010 كويس ومع العمل التطوعي والعمل التطوعي وانت في عز مجدك وصارف فلوس ولادك عالعمل التطوع زي ما بتقول شكرا شكرا دي عالفين وعشرة دي لا دي عالفين وثلاثة عالفين وثلاثة عالفين وثلاثة مديش تقنعني وانت قاعد 20 سنة 15 سنة 25 سنة 18 سنة كرئيس نادي رئيس الاتحاد رئيس أي حاجة في الدنيا وتقول لي أنا بخدم أنا بعمل أنا إنجازات إنجازات هو أنت اللي بتلعب عشان تقول لي إنجازات وتقول أنا بصرف من وبعمل وبعطف يا سيدي كفاية عطفك شكرا بقى كفاية حرامة جرأتنا يعني خد بعدك وسيب حد تاني إلا ما شفت واحد يا ربي إلا ما شفت واحد قال لك أنا قاعد عشان أنا مدمن الانتخابات أنا قاعد عشان أنا بيحصل لي نعمل بريستيج أنا قاعد عشان قاعدتي دي خدمتني وخلتني معروف وبعمل مصالف من وراها عشان قاعدتي دي بتفيدني في شغلي البزنس بتاع الخارجي ما بيعرفوا أنا رئيس الاتحاد أو رئيس النادي دوت فبيخدموني في شغلي ما شفتش واحد كله طالع بيقول إيه من أجل ما عرفش ايه وانا بصرف وانا بحب وانا بموت في المكانة اللي أنا فيه وعاوزين نرفع اسمه مصر وعاوزين الوطن ومن أجل بلدي ما فيش حد بيكلف على مصطحة خاصة خاصة ثمان سنين لو خلصت أربعة وقلت أنا مش هرشح نفسي تاني تبقى معلم لو خدت ثمان سنين ناشي اه إنما بعد كده وتقول لها غير قانون واعمل وليه غير قانون تبقى ضده وتقعد تفضح الدنيا وتقعد بتاع عشان عايز تقعد إزا كان في نادي اه يا راجل ده الواحد ما يعقودش ماسك ولاده يحكم عليهم ثمان سنين ده بعد ثمان سنين ابني بيقول لك فقى خلاص بقى يا بابا انتو جعل دماغي انت ما كفى يا بابا اه صحيح انت خلاص بقى مش انت كبير في السن وسبنا بقى شباب اعرف اخلص اه انت لغتك اتغيرت اه يعني انت تعرف مع اصحابك الكبار في السن ازيك وسبنا انا اه انا عارف اه لغت اه طب ازا انا هعرف لغة ناس وانا رئيس اتحاد او نادي عشرين سنة اه ده في ناس ماتت وناس تولدت وبقت ابطال وانا قاعد صحيح يعني انت عايز تقنعني انك خير للدرجات دي اه الرسول عليه الصلاة والسلام لو رجعت لو رجعت الرسالة بتاعت وحتلاقها اقل من عشرين سنة صحيح اه صحيح وربنا سبحانه وتعالى توفاء اه توفاء صحات مبروك قال حاجة مهمة يعني الرسالة الاسلام دي اللي رسول صلى الله عليه وسلم وصلها لعالم كله في اقل من عشرين سنة طبعا او تقريبا عشرين سنة تقريبا عشرين سنة طب انت بتوع تبريب عشرين سنة ولا تلاتين سنة في نادي او رئيس دولة مسلا ومش عارف توصل رسالة الغد الواري يعني ينفع اه وبتقول لي ان انا بخدم اه رسالة يعني العمل التطوعي اه وانا ببنامش اه وانا اصارف فلوس ولادي اه وانا معطل نفسي يا عامل مش عايزينك تصرف فلوس ولادك يا عامل على راسي اه على راسي اه ابعد عالي وبعد كده بيوصل لك معلومة ان لو هو مشي اللعبة هتقع بالزبط لو هو مشي النادي هيقع مش هاخه بطولات تاني طب وقابل بقى لو هو مشي اللي معرفش المنظومة كلها هتقع لان هو مفيش زي اتنين في البلد طب وقابل كان فيه ايه انت جيت ازاي جيت على واحد غيري طب اللي قابلك دا لو ما كانش يمشي كنت هتيجي لا طب ما ديش يعني يعني يا راجل يا راجل يعني صدقني والله العظيم يا كابتن خالد والله بتكلم بكل ضمير لكل الناس والله العظيم انا كالشحات مبروك بحب كل الناس والله بحب لهم الخير وبحب الخير لكل الرؤساء الاتحاد والرؤساء الاندية والوزراء وكل الناس بس روح روح بقى روح وقعد على القهوة ايه راك في تغيير الوزاري الجديد دا اه ممكن يكون وزير رياضة او وزار اه انا على فكرة مش اه انا مع تغيير الوزارة ككل لانه هذه الوزارة المحترمة اه اللي انا بجلها جدا وكل الناس اللي فيها محترمين جدا الدكتور حازم الببلاوي استلم الوزارة من مصر وجمهورية مصر العربية بشعبها بارضها ايد واحدة هو قد نستقلته مبارح او اقيل معرفش وفيها بعض الافراد متفرقين هو ما كانش اخبتك حكومة البردعي انا معرفش ماليش دعوة انا بعبر انا مش عايز اخش في السياسة لا انا بقولك هما محسوبة على لو دخلتيني في السياسة لو دخلتيني في السياسة هتلاقيني مغرب فخليني بفعال الدكتور حازم الببلاوي استلم شعب مصر والشعب موحد مشي والشعب فيه مظاهرات فقاوية واحتجاجات فقاوية بالجملة ده اللي ليه عنده انا مليش دعوة طيب وانت ايه رأىك في الاحتجاجات الفقاوية ده مرة واحدة كله كل الناس غلطانة اه كل الناس غلطانة اولا بتاع المظاهرات الفقاوية ده طالع يحتج على حكومة مؤقتة ومحدش عليها قال مؤقتة كل الناس بتقول على المستشار الجليل رئيس الجمهورية رئيس جمهورية مصر العربية ادوه لقب مؤقت الاعلام المصري المحترم والسياسيين والصحفيين ادوه لهذا الرجل اللي هو جاي رئيس جمهورية بـ 22 مليون جاي رئيس جمهورية اول رئيس جمهورية في تاريخ جمهورية مصر العربية ييجي بتوقيع 22 مليون اللي هو مين المستشار عدل منصور جاي بتوقيع 22 مليون على الفيسبوك انجي بعتالي بتقول لي لو دامت لغيرك ما قتتلك بالزبط كده يعني بيتعقب على كلام حضرتك بالزبط كده فالمستشار عدل منصور جاي بـ 22 مليون توقيع لرئيس المحكمة الدستورية فطلع ان الراجل رئيس المحكمة الدستورية كويس وبيقولوا عليه مؤقت وما بيقولوش على حكومة الدكتور حازم مؤقتة طب ده المؤقت هو اللي معين دي تبقى مؤقتة يا جماعة فمهلا رفقا وهو كمان رفقا كلنا غلطانين كلنا غلطانين كلنا بنعجن كلنا بنخطف كلنا بنشد في اخناع بعض حلو قوي بنعجن دي احنا بنعجن اه والله بنعجن في بعض احنا بنعجن احنا عملين نقول يا كابتن خالد خلي الجيش المحترم الوطني اللي اخويا وابويا واخوك يخليه في حاله هو الجيش ده بلتجي اعيد لك عالباب بره يعني انت شفت ماتش الاهلي والزمالك الاخير سحل ويعاني جندي صغير اه طبعا هو الجيش ده قاعد يحروصك بس يعني هو بلتجي بوديجارد شركة امن يعني صحيح اه طب اتعلمت في ايه اتعلمت فيه لانا بقوله ده الجيش المصري اه اللي احنا دايما نقول الجيش المصري على عينينا من فوق اه هو انت بتشكر في ايه هو وظيف عندك اه انت ما بتحترمش الا تضيف لما يجيلك البيت تبقى تشرب حاجة طب يا ونبي يا فلانا هاتيله كذا تبقى تشرب حاجة تاني انما ده لو بيته هتحترمه او كده لا دين ده بيته ما تحترمليش الجيش او كده ما تقوليش على عينينا بس يخليه في حاله ايه اللي يخليه في حاله صحيح ايه ده امال هيجل ده رايح جاي بيعمل ايه اه وزير الدفاع الامريكي ده اه اللي بيدخل مع اوباما في كل حاجة اللي بيدخل عندك هنا في البلد هو مش ده وزير دفاع اه امال ده بيجي بيلعب سياسة ازاي اش ميعنى ده اللي يلعب سياسة اه انت عندك نائب رئيس الوزراء في الايام اللي راحت والايام اللي جاية والحاليها اه وزير الدفاع اه في قلب السياسة غصبة عنك بحكم الدستور والقانون اه وجاي تقول لي السيسي ما رشحش نفسه عشان القوات المصالحة ما تدخلش يا راجل ده انت عندك وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء طول الوقت في الايام اللي راحت واللي جاية واللي موجودة امم يبقى ازاي الجيش مش متدكر في السياسة انا لو جدت وزير الدفاع حتى مدني من حزب النور حتى امم يعني راجل بدقن ومحترم وسلف ومصبوط حيبقى وزير دفاع يعني هيكون بيمثل قوات المصالحة برضو امم غصبة عني امم لانه عماد عمود اساسي من البلد في السياسة مش في المدد هو الجيش ده مصدس تدوس عليه وقت ما انت عايز وترميه وقت ما انت عزاك تخطه في الدولاب لأ ده استراتيجية ده فكر امم فكر مش بغضي جرد بيشتغل عندك جابه والقجرة امم وما تقوليش اخويا وابويا لا ده مؤسسة امم وعندك في السياسة وموجود في الوزارة المدينية لا احنا كمان كمصريين بالذات الجيش بتاعنا مختلف عن المرتزقة وكده احنا عندنا كل واحد عنده اخ بيخش الجيش يا سيدا صح ولا انا غلطة؟ كل واحد في التسعين مليون عنده اخ بيخش الجيش ما هو ده الكلام الحلو اللي بنقوله انا حاجة نبر لا المؤسسة العسكرية في قلب الحكومة المدنية المنتخبة طول الوقت بحكم الدستور والقانون يا كابتن خالد بحكم الدستور والقانون وزير الدفاع ده القائد العام للقوات المسلح ده معاك عدو بيحضر الاجتماعات يا كابتن خالد كل اسبوع وجايد ملف الملف ده بيعمل بيه ايه؟ الملف ده مكتوب فيه سياسة مكتوب فيه امن بلد مكتوب فيه امن وطن الداخل وخارجي ولما ياخدوا الحكومة قرار معين استراتيجي بالنسبة للشعب لازم يقوله ايه راية كمعال اللوة نعمل ايه؟ يقوله لا ما تعملش ده يقوله ليه؟ يقوله عشان كذا 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 طيب احنا عندنا 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 جزء كبير قوي مش شباب اه؟ بيشرب ترمضون بيشرب حشيش اه بيه مش عايز امن في الجامعات عايز يقعد يحب في الجامعة يحب ياسم ويمسك ايد وشرب سجاير ويلف سجاير يعني بقى ويعودوا على القهاوي اه اه دور الدولة فين دي نمر واحد نمر اتنين انت وانت صغير قررت ان انت تبقى بطل عالم عشان عايز تبقى فنان غيرك دلوقتي بيدور على تخريب وتكسير وشاب يعني بشاف ان هو قمته في ان هو يعمله مثلا زي أولتراس يعمله فكرة أولتراس يقعد يبقى ويقول عن نفسهم نحن أحرار يا كتمن خالد ما تطلبش حاجة من الشباب الثمنتاشر وستاشر وعشرين وانت أصلا يا إداري في البلد يا لجنة أولمبية يا رئيس الاتحاد يا رئيس نادي وناس عندكم بالسبعين سنة انتوا أصلا أخلاقكم مش ولابد يعني وعايز تلوقتي بثمنتاشر سنة بتاع الألتراس زي الأكويس يعني والله تخيل واحد من القرطس قال لي كده قال لي أنا عايز أشوف الأول قدوة طبعا إذ كان انتم بتعودوا تخانوا مع بعض وتغيروا أرائقوا فيه شوية منافقين وشوية حبين للمناصب والكراسي وفي النهاية تيجي تقول توجهني طب أوجه نفسك الأول يا كتن خالد انت عندك كل الدول العربية والخليجية لجنها الأولمبية والتحاداتها ونواديها بالتعيين صح أنا قلتها على الفكرة ما تقوليش بقى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا بتعترض أصلا عشان المساكة الأولمبية طب ما هم دول عاملين بكاس العالم في قطر وهي بالتعيين صحيح عارفي الناس دي معزورة اللجنة الأولمبية الدولية أو الفيفا ليه لاني بيقولوا الناس اللي بتقولوا بتقولوا في بلدنا بيعملوا كذا 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 فبرد عليك مين انه وصل ده واحد إداري مصري صحيح وصلها ليه لانه عايز يفضل مكان طب يا سيدي تعالي نتفاين بس ما تروحش برة ما تروحش تقول برة لان تقول برة دول لما احنا نروح نقول لهم ده احنا اللي بنصرف عليك الأوروبيين اللي المساك بيتاحوا طب أنا عايز أقولك حاجة طب أنا عايز أقولك حاجة تفضل ما فيه اتنين من اللي اشتكوا مصر مصريين وعارفين نظام قطر ادوا قطر كاس العالم في اليد وادوا قطر كاس عالم في كرة القدم كان ليهم صوت وجوم على مصر اشتكوها رغم ان قطر اللي دولها كاس عالم في اليد وفي كرة القدم لإيه لأمير لإيه لأشيخ صاحب النادي حتى لو مش شيخ اهو بتعينه بس اه اهو بتعينه بس اه اشمعنا جاي على الناس المتعين دي اه تقولهم عارف ليه عشان قطر غنية عفلوس مش حكاية غنية يا كابتن خالد ما اشتكوش يا كابتن خالد انت لو هنا ما روحتش اشتكت لللجنة الولمبية او للاتحاد الدولة بتاع العبات الماء هو مش حيجي هاجم معلش يا كابتن شحات ما هو بيقولك انا نفسي بلدي تمشي على الميثاق الولمبي من اجل ان تصبح بلدي متقدمة رياضيا وده هدفي واملي في الحياة هدفي ليس مناصب وليس كراسي وليس حفاظا على اي شيء انا بشتكي عشان الميثاق الولمبي طيب يعني انت تشتكي عشان الميثاق الولمبي اه طيب تعالة تعالة معي طب هو بشتكي عشام الميثاق الولمبي ولا اول ما تبقى اللجنة الولمبية دي مؤسسة خاصة برة مابتاخدش دعم من الدولة اه اقعد فيها طول حياتك اه لان برة كده على فكرة برا مفيش عدد سنوات لانهم مساهمين فيها يا كابتن اصحابها اصحابها انا ليه ناس اصحابي من الدول الاوروبية رؤساء اتحاد في بناء الاجسام بس هم اصحاب الاتحاد اصحابه بتاعهم ملكهم هو اللي هم اللي عملوه اه ودولتهم بتعملهم كده ده كنت انت هنا كبير بقى هنا كنت خمسين سنة هنا يا سيدي 49 سنة لا كنت 2009 دي واحد وخمسين سنة واحد وخمسين سنة صح ده كان في الدوحة في قطر واحد وخمسين سنة طب الله اكبر كنت مازل وزن تقيل 110 كيلو 110 كيلو فالامور يعني انت اول ما تبقى مؤسسات الدولة مش هتدخل معك في حاجة الا في الاشراف تاخد ختم الجمهورية تصفر منتخب على حساب الدولة حاجات شرفية كده يعني انما طول ما انت مؤسسات واسهم طب ما انت عندك انديت انديت كرة قدمة كابتن مؤسسات اللي وزارة بتيجي ناحيتها ما تجيش ناحيتها اه دي تتوافق مع المساقل اللي هى اودي دجلة و اي الادي خاص يعني انا لو احبيت اعمل فريق كورة اه اه الوزير الراضح هيجي اتدخل معايا اه الا في الاعتراف ان هو اعترف بيه وانا اعترف به اه امثله تمثيل مشرف اه يعني ما خلش بأركان الدولة اه بشرف الدولة اه امثل مصر اه خير تمثيل اه النادي بتاعي. ملكي انا اللي بصرف عليه. ام. انما ما روحش للوزارة تصرف عليا واقول انا انت ايه انا رئيس جمهورية مصر في البيضة. انا بايز اقول لك حاجة. ممكن دلوقتي طهرة بوزيت يمشي. وهي جي حد تاني. معادي. ويقعد الناس برضو او معاعدهم. نفس المشكلة. اه. هي المشكلة دي. وقانون يتعمل ولا ما يتعملش. ما هي المشكلة دي هكابتن من ايام حسن صقر. اه من الفين وثمانية. اللي هو طهرة بوزيت عمل جديد. ما قلش جديد. ام. المشكلة دي متزمنة. ام. المشكلة دي لازم تتغير من مصر. لازم الاتحادات والاندية يبقوا بيصرفوا على نفسهم. بيدخلوا فلوس لنفسهم. بيتصرفوا. يبعيدوا عن الوزارة والوزارة هتبعد عنها. اه. انا كده. انا كده. انا بنادي بكده. اه. انا شخصيا بنادي لبناء الاجسام دي كده. اه. وقلت كده مليون مرة. اه. لرئيس الاتحاد. وللوزير. وقلت كده مليون مرة. انا عند استعداد يبقى الاتحاد. انا يبقى عند اتحاد بتاعي. اه. ومش عايز من الدولة حاجة الا الخط مش عرض جمهورها بس. اه. اه. وانا هعمل فريق واعمل كل حاجة وهجيب فلوس من جيوب الجماهير. اه. انما مش بنجيب الدولة. اه. هي دي الرياضة في العالم كله بالمناسبة. في العالم كله كده. انت انت عندك جيم كابتن. اه. اه. جيم. اه. وفي اقبال فضيع على اللعبة يا كابتن. اه. على اللعبة مش مش جيم. لا على اللعبة. على كمال الاجسام. على كمال. على اللعبة كابتولات. اه. بس في ناس كتير قوي بتحب الجيم لبناء الجسم. لشكل الجسم. انا لو نظمت بتقولها. اه. حدخل منها فلوس من جيوب الجماهير واللعبين تصرف على اللعبين. طب اقول لك حاجة. الفضل. خلي الايام اللي جاية. في اه قناة الحياة تقريبا. عند الدكتور احمد بهجت. اه مصطدفهم. في اه هنا في هيلتون دريم. مصطدف حوالي ستة وبنتين. اسموهم العلف مودلينج اه. اه اه. اللي هو الشيب. بالزرعة. شكل الجسم وبتاعه في اللبس ومعرفش ايه. اه. فناس جاية من اوكرانيا ومن شيلي ومن اه امريكا وحايا كده وجايين وهيعملوا بطولة هنا. ايه. وبيقول لك روعام مش طبيعين جايين. شفت ده بيقول لك دول دول ستة وبنتين. يعني ستة رجالة وبنتين. وجسمهم وعضلاتهم. انت بتتكلم بقى كمال اجسام هتجيب روها. لو عملت. لو عملت. لو عملت. لو عملت. اه. لو عملت. عملت برنامج. اسبوعي. وقال لمدة شهرين ثلاثة هت. انا عندي. عندي خطة تنمية ذاتية. للعبي. واتحاد بناء الاكسام. من ساعة ما احتزلت وعندي الورق ده عندي. ام. وقلت الرئيس الاتحاد. وقلت. بس طبعا ما ينفعش يتنفذ. ما ينفعش. لانه كده احنا دخلنا بقى في الا اه. انا خليني بعيد. وقعت في حالي. وماليش علاقة بحد. لكن انت اه البزنس بتاعك او شغلك اه هو الجيم. الجيم اه اه اه. بعد المصالح المعينة كده وبتاع. انما ماليش علاقة. وبعدت عن الفنة كابتن? لا موجود. 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 مفيش حاجة بعمل حاجة كده. اه. اه. بتحب الفنة كابتن? اكتر من من الكمال اجسام والكمال اجسام اكتر? اه. الكمال اجسام ادتني كتير. اه بس عمرك ما كنت هتتعرف يعني شكلا وكده الا من خلال الفن. ما هو اه اللعبة. اعرفت الاسم. اتعرفت من خلال الفن. مش انا بس. اللعبة. ياه. دليل. انت دخلت الفن عشان انت بطل عالم. صح? اه. سح? ما هونا لقيت عشان كده. يعني اول سنة ديك في اللي في السيني ما كنت سنة كم كنت. 88. يعني بعد ما بقيت بطل عالم بتلس سنين. بعد ثلاث سنين. اه. وبطولة العالم. لا بعد بعد ده ساعتها على طول انا اول مرة كد اول عالم سبعة وثمانين. ا اه وخمسه وثمانين كنت تاني عالم. خمسة وثمانين كنت تاني عالم. اه. السبعة وتمانين كنت اول. فيلم ايه ده طيب. ده آآ الشجعان اه. بتولة الفنان العظيم محمود ياسين طبعا ده انا عملته في تسعين سنة تسعين سنة تسعين سنة موصلنا كاس عالم في كورة القدم صح جدا هسألك سؤال لذيذ يعني ممكن بطل عالم 11 مرة الشحات مبروك ليك في الكورة ولا ملكش انا اللي عبت كورة وكان عندي لبس كورة ما كنت شلعب كنت بشجع اهلي ولا زمالك كنت بشجع الاهلي طول عمرك طول عمري بس لما لما ميدو جاي مرة الزمالك فبدأت شوية لا بجدوها حادب قوي فكرة الشاب وكنت لما كان حسام ماسك الزمالك كنت بشجع برضو الزمالك يعني دي حقيقة انا مش مخب عنك حاجة يعني انا اشجع الزمالك في الوقت اللي ماسكها مدرب بحبه حسام حسن يعني انت مش متعصب يعني انت كنت اهلاوي بالفطرة الفكرة ان والدك وكده فانت اهلاوي ولكن انت عمرك ما كنتش محب الكرت القدم قوي يعني لا كنت بلعبها شوية بس اللي حبتها قوي لعبة التنس التنس الارضي دي اللي بتحبها قوي اه ولعبتها وكنت بخوا انا دي ستفقى طول وانا بطل على فكرة يعني وانا بلعب كمال اجسام كنت بلعب تنس دا انت كنت ضربت الايد بال اابدا انكات عادية كان لاننا ستلعب التنس دي عايزة 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 نوع من لا 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 كنت بلعبها لإيه عشان السنس دا السنس لروح تلعبتها مخصوص عشان دماغي دي تبقى لعبتها فينا كابتس في السوء محافظ كفر الشيخ في ملاع التنس فتسوق. اه. وكان مدربي. مدربي ابنه هو اللي واخد بنتي. اه. والله. جوز بنتي. اه. اه. مدربي ده. اللي ضربني تنس. ودخلتي واجه بحر بطولات وحاجات زي كده. تنس. ياه. وانا بطل عالم ومشهور يعني. اه مرة حد يعرف الموضوع ده. وعضلات وانزل الملعب بنفس تنس وعمل كده. اه. وبلعب كواس جدا وكنت بكسب وبخسر ومش عارف بعمل ايه. اه. بلعب متشاطي يعني. متحب ندال يعني دلوقتي. ندال. اه طبعا. اه. 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 بتعلم منه. بتعلم من لعب التنس ده. الصبر. اه. قوة التحمل. عايزة. عايزة قوة التحمل. والعزيمة. اه. ومش حظ. اه. لأ. بيبقى مرهق. بقاله عشر صعب يلعب. وبتجي له كورة زي الرصاصة. ولازم يرجحها في مكان. اصعبه زي الرصاصة. اه. فتصور الفعل ورد الفعل لفرصاصة واحدة. اه. انا بحب الكلام ده. اه. احب الكلام ده. اه. اتمنى. بتمنى. بتمنى يا رب. اه. من اي حد يتعرض لعمل عام في مصر على رأسهم رئاسة الجمهورية. اه. يكون عنده الفعل ورد الفعل فرصاصة واحدة. يعني ايه? معناها? يعني القرار الصائب في الوقت المناسب. اه. يتلقى يتلقى من الشعب اه. اه. او من الخارج ويرد في نفس اللحظة اقوى. اه. يا لصالح الشعب يا ضد الاعداء. اه. 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 وفي التوقيت السليم. وفي التوقيت. ضربة واحدة. زي ضربة التينس كده. اه. يعني جيالك في مقتل انت تردها في مقتل. في الكرة مسلا يقولك اه 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 اللعب يلعب بدماغه. توقيته هو اللي هتخلي الكرة دي يجون. يعني امتى يطلع. بزر. في 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 التوقيت اللي كرة جياله. يا سلام. يا سلام. اه. اللعيب. احنا عايزين لعيب. اه. في كل مكان في مصر. في نادي. في مركز شباب. في السياسة. في وزارة. في رئاسة الجمهورية. في وزارة. عايزين لعيب. عايزين لعيب. اه. لعيب بيحب اللعب. موهوب. ليحب اللعب وموهوب. اه. وربنا عايزه. يعني ربنا عايزه يبقى لعيب في الحتة دي. ام. انما مش ابويا قالك تبقى كده اروح. لا 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 لا. ام. ام. مش ان انا عشان اعمل لنفسي اسمه وروح الحتة دي. لا. حرام عليك. هتظلم نفسك وحتظلمنا. عايز مين يبقى رئيس جمهورية مصر عباية اللي جاي? الفريق المشير عبد الفتاح السيس ام. ليه? لانه سياسي محنك الى ابعد الحدود. ام. سياسي محنك الى ابعد الحدود. وكلامه قليل. سياسي. بخد بالك بقى الكلام انت هتقوله ده باسم يوسف هيجيبه لك دلوقتي. وماله. انا تحت امره. ما هو بيجيبني. ما هو باسم بيجيبني. لا انا بقولك هيجيبك وانت بتشيد بالسيس. اه لا. ما هو. همال اشيد ايه? اه طب اعمل ايه. ما هو بيقولك كل الشعب بيقول السيس السيسي وكلهم اه. عشان الناس بتحبه. لا يا سيد انا ما بحبوش. اه. انا بحبوش. لا انا. ايو يا سيد انا ما بحبوش. اه. 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 ايو اعمل ايه? هجيب نين تاني. اه. والله العظيم. والله العظيم. اه. كنت اتمنى. اه. ان يبقى فيه واحد. اه. مدني. او اي واحد من حتة تانية. اه. من اي حتة يعني. اه. يكون رئيس جمهورية ومعايا الس يبقى معايا اتنين. بدان ما يبقوا واحد. اه. هو احنا مطول. يبقوا تلاتة. انا معانا الاستاذ حمدين صباحي يقول انا رشح نفسه. الفريق عنان. هيرشح نفسه. الاستاذ حمدين صباحي من كفر الشيخ. من عندك يعني. وانا من كفر الشيخ. تمام. دي رسالة بقولها لها على هوا دلوقتي. انا عايزه. ام. يبرر لي. ام. ويرد علي. ام. انه ازاي يروح اللجنة. ام. عشان يضلب صوته في الدستور. ام. وهو ما مش عارف لجنته كام ورقم كشفه كام. قال اسمه مش موجود. قال اسمه مش موجود. عارفها فين دي. في اللجنة. اه. يعني لما القاضي سأله قال له اهلا يا استاذ حمدين. اه. انت كشف رقم كام ولجنة كام قال له مش عارف دور له عندك. مش كده. اه. ما هو لو كان عارف ما كانش هيروح يا كابت. ام. ولو كان عارف كان هيرجع اسمه من جدة. انما واحد خط بعض وراح اللجنة يفترض في نفسه. انه الرئيس الجمهورية القادم فحيلاء اللجنة فرداله الدفتر. وبتبخر له وكانسر الحتة. ومبخراله. عشان يجي يمضي. ام. طب ما انت اسمك مش موجود. طب انت ضيحت على نفسك فرصة. هو عمتا اي اي واحد يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. لازم يكون عارف. كل حاجة. يا كابت الخير. ومرتب. انا عايزه ارده سؤال. ام. انا مبعتبش عليه. ام. انا عايزه رد علي. فيه دعاية كانت بتنزل قبل الدستور بشهر ونص بتقول لانا يا شحات. ام. ياللي منكفر الشيخ وتسوق. يا ناخب يا. ياللي على قد دي. ام. في العلم. وفي المعرفة السياسية. ام. بتقول لي في مش عارف ايه واعرف اسمك وروح المحكمة عشان يبقى لك صوت. على الانترنت كمان. لا على الانترنت ممكن تخش. انا فرقت على اعلان. ايو 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 ايو. بس انا على الانترنت اللي انت عايز تعرف. الست اللي ركب العربية البلحمار دي. اه. وطول انا هروح عشان اعرف اسمي. وصوت. اه. ويبقى لها صوت. ام. انت يا استاذ حمدين. رايح للاجنة ساعتها. وبتتصل بالسيء باللصال خير رمضان وتقول لي. انا ما لقيتش اسمي. طب ما تخلي تطير الشعب بتاعك ده. قبلها بشهر. قوله خش يا ابن شوف انا بقيت في لاجنة كان. فالواتح يرد عليه يقوله ما انت في كل مرة يا استاذ حمدين يقوله لأ. كل مرة لازم اشوف. عشان ممكن ينقلوا اسمي من هنا لهنا. اللاجنة كان فيها الف بقى فيها خمسمية. هتنقل في حتة تانية او غير اللي حيتنقل. مش هتخسر حاجة يا ابني. لما تشوف انا فين. فيكتشف انه مش موجود خالص فيلي حق يصلح. تحسب عليه دي يعني. انا هقامله ازاي عليا كرئيس جمهورية استاذ يا كابتن خالف. اه. ان هو مش عارف. واحد ضيع على نفس فرص التصويت. انا قبل ما اروح بخمستاشر يوم شفت انا فين. اه. وفي اللاجنة بتحت كل مرة بس لا. ويوم ما روحت. انتو تعرفوا ولا اخ شخصيا. لا. يعني هو قفر الشيخ معك بس. ايوة. يوم ما روحت شفتها تاني. اه. تاني. يوم ما روحت اصوت شفتها تاني. اه. وانت يا استاذ حندين رايح اللجنة. من غير ما تعرف. انت هناك ولا لا. اه. وده بيتك. ده مش شقتك ومعاك المفتاح ولقيت الكلون متغير عشان تزعل. اه. شقتك الملك اللي انت شرق بفلوسك هي اللي مش هتلاقي المفتاح متغير بس. انا فكرة انا في التلات مرات اللي فاتوا في تلات لجان مختلفة. يعني انا صوتت في تلات لجان مختلفة. ح سواء الا اه. بس كنت باسأل قبليه. يعني راضي. يا سيدي حتى لو ما كنتش في لجنة مختلفة مش مش ههم. بس اللي انت بتسأل. ايوة من عشان كده سألت وعرفت. يا كابتن خالف. انت لما بتخش. انا لما ربح الرجنة بتصوره معايا يا كابتن وبتاعه وحاجات كده. اه. يا كابتن. اه. رقم الكشف كان. اه. مش دي. هقول له مش عارف شوف انت. لجنة رقم كزا في الكشف رقم كزا. مش حيدخلوني اصلا. اه انا لو ما رضيتش عليه السؤال مش حيد خلني. اه. تروح تظلمهم يا استاذ حمدين عشان يعطلوا كل التوابير اللي برا دي ويشوفوا اسمك فين. اه. ده انت تبقى ظالم. اه. ده انت تبقى ظالم وما طلحت الظالم بس. ده انت طلحت مهمل. اه. ده انت طلحت مهمل في حق نفسك. اه. 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 ما عليش انا خرجت عن. لا 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 لا. عن شعور شوية انا اسف والله. لا والله. بس بس انا هعمل ايه. اه. يعني. تقول ايه اه في نهاية الحلال مصر. لبلدك. اقول مصر. اه. الشعب. اه. الشعب. اه. اللي اخترع. تعمد الشمس. اه. هو ده شعب مصر. اه. اللي ظهر مبارح وعمل اجهزة. اه. تعامد الشمس اه. اه. تعامد الشمس. اه. وعمله اجهزة. لفيروس سي. والايدز. والايدز. اه. ده الشعب. الشعب. اللي بعد قريته. اللي بعد قريته. اللي بعد قريته. عفتاح السيسي. يوم اربع في اسكندرية وهو بيخرج شباب من الاكاديمية البحرية قال انا مش عارف عايز ايه بقى بص تاك تاك جملة خمسة وتلاتين مليون نزلوا بالجمعة بعدها باربعة وعشرين ساعة دي مش عبقرية السيسي عبقرية الشعب عبقرية قلب عبقرية قلب عبقرية القلب اللي بانا الاهرامات الشعب المصري ده كله على بعضه كده بحلو بمره ده الشعب المصري اللي عنده سنسور عنده حساس عنده عنده الشعب المصري ده عبقرية مش هيدحك عليه مش هيتكلم باسمه لانا عايز حد يطلع كنت نخذ اخر حاجة وانا بقولها معلش يسامحون لا عمالك كل السياسيين دلوقتي بيتكلموا على حاجة اسمها انتخابات مجلس الشعب اللي جاي مجلس النوبل اللي جاي صحيح بالفردي او بالقايمة او مختلق صحيح تعملوها ده برضو وصية مني اتمنى تعملوها فردي تعملوها بالقايمة مختلط انا روح اصوت مرة مرة امسك الالم وصوت مرة مش القاضي الجليل يديني ورقتنا صوت فيهم يبقى كده الصدب السلطينة كابن خالد انتو بتقولوا على الاخوان والسلافيين كان جمهورهم كتير في انتخابات مجلس النواب اللي فاتت وجمهورهم قال لا ده ما قالش ولا حاجة هو مرسي خد كام في اول جولة خد ستة مليون تمام كان اتناشر مليون في مجلس الشعب لانه الصوت بسلطين يا كانت من خالد ام ام دي اول مرة حد يتكلم فيها ام كان الصوت بسلطين انا عايز الصوت بسلط واحد حطيلي حطيلي مختلط قيمة مع فردي انا صوت يلده يلده فهمت اصدك ما تحطش هنا وهنا طبعا يبقى صوت مرتين عارف رئيس الجمهورية هيعمل ايه هم هيروح رافع دعوة على مجلس النواب اللي هو هيحاكمه وحيعين الحكومة رافع عليه دعوه في المحكمة الدستورية يقول القوبة دي القوبة دي متصوت لها مرتين ولا متصوت لها مرة ليه ام تمام معايا كتن خالد فهمت اصدك والله دي انا فاكر انا كما كل واحد مضى على اا حاكتين ده الشحات مبروك بقى اللي كان فاكر ان دي دستور اتل ام شوف انا بقيت ايه في التلات سنين فهمتك والسادة العظام اللي هو القامات الكبيرة لسه بيروحوا اللجنة فاهمين ان اللجنة دي شقتهم حيلقوها زمهية مش متغيرة حتى على الالي فاطلع اسمه جدة تصور فيه كده انا اسف معايا الشحات مبروك بطل العالم في كمالك سام بشكرك على وجودك معايا النهاردة معايا بتمنالك دايما التوفيق الله يخليه الله يخليه طيب المواطن المصري الشحات مبروك كلنا كنا بنعتز به وبنفتخر به كبطل عالم لكمال الاجسام كان متواجد معايا النهاردة في نهاية فقرتنا بشكر طبعا محمد عفيفي بو خرجنا المميز بشكر محمد فاتح رئيس تحرير على الوتيدي المنصق العام بشكر حسام علي وعب حميد الشربيني عب حميد الشربيني وحسام علي بشكر طارق هاشم بشكر صلاح عقدة اللي عملونا التقرير النهاردة وبشكر سامح زارع وبشكر أحمد لبيب بشكر طبعا أيمن سالم وشام محمد في الانتاج بكرة بإذن الله هتكون حصاد لإني مسافر بكرة بإذن الله شوفكم يوم السبت يوم ماتشاط أفريقيا ماتش الأهلي الساعة ثلاثة مع تنزانيا بطل تنزانيا يانج أفريكانز وماتش الزمالك الساعة سبعة لربع وشوفكم بإذن الله بالليل ساعة عشرة مرة أخرى لو ربنا كتب لنا عمر تصبحوا على ألف مليون خير